السلام عليكم ورحمة الله جاءنا على كثير طلاب مش فاهمين حل الأسئلة ننبلش بصفحة 20 صفحة 20 معطيني جدول وحكي لي صنف البيانات السابقة إلى دائمة ومؤقتة هلا زي ما حكينا الدائمة هي لي الأصول والالتزامات ورأس المال هاي الدائمة هي عملية تصنيف والمؤقتة الإيرادات والمصروفات والمسحوبات الشخصية حل السؤال ألف زي ما حكينا الحسابات دائمة مدينون ودائنون ورأس المال هذول من الجدول بدنا نطلعهم والحسابات المؤقتة إيرادات ومصروفات ومصحوبات شخصية الرقم با رقم با بي event كتابة قيد إخفال حساب الإيرادات بدنا نحكي من مذكورين الإيرادات بدنا نحط قيمها من الجدول إلى حساب ملخص الدخل قيمة ملخص الدخل هي مجموع الإيرادات طيب جيم بده إغفال المصروفات المصروفات نفس الإشي بس رقيت بالعكس من حساب ملخص الدخل إلى مذكوريين المصروفات الموجودة عندي حطيت كل المصروفات الموجودة مجموعهم لهو حساب ملخص الدخل نيجي إلى دال دال بحكي لي تحديد نتيجة أعمال الشركة نتيجة الأعمال لهو ياربح يا خسارة بدي أشوف الإيرادات وأطرح منها المصروفات هلا الإيرادات مجموعهم لهو نفس القيد تبعبها 85 ألف و 200 المصروفات مجموع المصروفات 77 ألف إذن أنا بدي أطرح الإيرادات ناقص المصروفات إذا الرقم موجب يعني الإيرادات أكبر المصروفات هاي ربح إذا الرقم سالب خسارة طرحنا رقم طلع سالب يعني خسارة نيجي إلى ها ها يمكن الأغلب مش فاهم الصيغة كتابة قيد ترحيل رصيد حساب ملخص الدخل في دفتر الأستاذ يعني بما معناه إقفال ملخص الدخل إقفال ملخص الدخل يعني ها ممكن أنا صيغة كاتبينها هذا بالكتاب وحكيت أنا يعني هي يعني صيغة جديدة بس ما عمرها إجت بالوزارة بس موجودة بأسئلة الكتاب ها اللي هو نفسه قيد إقفال ملخص الدخل هلا أنا ملخص الدخل اللي هو نفسه نتيجة أعمال الشركة هلا هاي خسارة حالة الخسارة من حساب رأس المال لحساب ملخص الدخل بحط القيمة الإشارة ما إلي علاقة فيها الإشارة هي عبارة عن إنه أعرف إذا موجب أو سالب إنه هو ربح أو خسارة طيب نيجي إلى واو واو ضعيف بالوزارة بده ترحيل حساب ملخص الدخل الترحيل بدي أعمل دفتر الأستاذ اللي هو مبلغ بيان تاريخ مبلغ بيان تاريخ هون مدين وهون دائن طيب هلا أنا الأرقام من وين جبتها أنا بمشي على القيود بعيد بمشي على القيود اللي عندي أبل أول إشارة هي عندي ملخص الدخل أديش قيمته 58 ألف ومتين إلا يعني دائن رحنا عد دائن حطينا 58 ألف ومتين شو المقابل إليه من المذكورين هلا باج إلى القيد البعدي في ملخص الدخل في ملخص الدخل أديش قيمته 77 ألف اللي هو مدين كتبنا مدين المقابل إليه إلى مذكورين شو المقابل إليه إلى مذكورين طيب هلا إحنا بالترحيل والترصيد بدي أشوف القيم الأكبر 77 ألف 77 ألف بدي أطرح شو الرقم اللي عندي هون بدي أطرح 77 ألف من 58 ألف ومتين بدي يطلع عندي 18800 رصيد مدين لأن المدين كان أكبر من الدائن وبعمله رصيد مدور تمام طيب هلا بدنا نيجي لأ زين كتابة قيد إغفال المسحوبات الشخصية من حساب رأس المال إلى حساب المسحوبات الشخصية طيب نيجي لأ حاء أو واو واو خلصناها وزين خلصناها نيجي لأحاء حاء اللي هو بده رصيد رأس المال في نهاية المدة نفس قانون حقوق الملكية اللي هو الجزء تباع حقوق الملكية في قائمة المركز المالي رأس المال هلا عندي أنا هون خسارة عندي إيش هون خسارة فبدأ الطرح أحط هون بالقيد خسارة ناقص صافي خسارة ناقص مصحوبات شخصية نحط القيم نطلع صافي حقوق الملكية اللي هو رأس المال في نهاية العام طيب نيجي لأطاء طاء بده حساب رأس المال في نهاية المدة في نهاية المدة أول إشي هذا الرصيد اللي هو من السؤال رأس المال أديش عندي هون أربعين ألف ومثين دائن بكتبه أول إشي بالرصيد أربعين ألف ومثين بعدين برحل من وين بدي أرحل يا أستاذ من القيود اللي ما سبق يعني منيجي شو اللي سبق عندي هون في عندي هون رأس المال لا طيب هون ما عندي رأس المال طيب هون هاي في رأس المال هاي في رأس المال أديش قيمته 18800 مدين بروح على دفت الأستاذ وحطناه مدين 18800 شو المقابل له يا أستاذ إلى حساب ملخص الدخل كتبنا هون إلى حساب ملخص الدخل ترحيل عادي زي الفصل أول طيب هون هذا مش قيد نيجي لال بعدي هاي في قيد يا أستاذ هاي رأس المال كمان مدين أديش قيمته 6500 مدين رحنا على المدين وحطينا 6500 شو القيد المقابل له إلى حساب مسحوبات شخصية حطينا إلى حساب مسحوبات شخصية هلا بدي أشوف مين الأكبر 40200 بالمدين و40200 بالداء أخذنا الأكبر على التنين هلا هاي ما فيها إشي بظل هاي بجمع هدول بطرحهم من 40200 بظل 14900 رصيد داء بعدين بخليه رصيد مدور هذا بالنسبة لسؤال 20 هلا منعمل منكمل إن شاء الله على سؤال 21 سؤال 21 مهم الفكرة إنه معطيني قيود أو عفوا معطيني أرقام وبدو يعني إيجاد قيمة رصيد رأس المال في بداية السنة أي إشي فيه رأس مال دائما نطبق قانون حقوق الملكية وهو رأس المال زائد صاف ربح أو ناقص صافي خسارة وناقص مصحوبات شخصية وساو صافي حقوق ملكية رأس المال البداية وهو بداية العام طيب نجر الحل حسب المعطيات هلا بدأ أحط القانون في عندي ملخص داخل خسارة اللي هو نفسه صافي خسارة وفي عننا مصحوبات شخصية وفي عننا صافي حقوق الملكية بتصير زي المعادلة يعني أحطينا المعادلة رأس المال ناقص صافي خسارة ناقص مصحوبات شخصية يساوي صافي حقوق الملكية سين لأنه ما عندي قيمته وثمان تلاف خسارة وثلاثين ألف مصحوبات شخصية طيب هلا إحنا بتصفي زي معادلة هلا إحنا حطناها إنتوا لما تيجوا تحلوا حطوها زي معادلة اللي هو سين ناقص ثمان تلاف ناقص ثلاث تلاف يساوي خمسين ألف بنقول الثلاث تلاف لهون موجب ثلاث تلاف موجب ثلاث تلاف هاي بتروح مع هاي بتصفي سين ناقص ثمان تلاف يساوي ثلاث وخمسين ألف موجب ثمانية موجب ثمانية بتروح الثمان تلاف سين تساوي واحد ستين ألف إذن رأس المال في بداية العام هو واحد ستين ألف بعيد أي إشي بده رأس مال سواء بداية الفترة أو نهاية الفترة أو صافي حقوق ملكية بالمعطيات بنطبق قانون حقوق الملكية اللي هو رأس المال زي صافي ربح أو ناقص صافي خسارة حسب المعطيات بطلع عندي صافي حقوق الملكية اللي هو نفسه كمصطلح رأس المال في نهاية العام هو تعويض سين فقط لا غير وبعيد من وين عرفت خسارة معطيك ملخص دخل خسارة طيب هذا السؤال المهم ما عم رؤجة بالوزارة بس من الأسئلة المهمة آخر سؤال اللي هو صفحة 22 سؤال مباشر ما عطينا ميزان مراجعة اللي عمل لي قائمة الدخل قائمة حقوق الملكية قائمة مركز المال وإعداد قيود الأقفال اللازمة هذا سؤال مباشر يعني ما فيه لا لف ولا دوران مباشرة يعني شو عندك بالأسئلة احنا ايش منحط يعني قائمة الدخل بدك تحط الإيرادات تجمعهم ناقص المصروفات طلع عندي صافي خسارة قائمة حقوق الملكية نفس الإشراء سمال ناقص صافي خسارة ناقص المسحوبات شخصية صفر ما فيه صاف الخسارة جبناه من هون صاف الخسارة جبناه من هون عوضناه وحطيناه هون تمام طيب نيجي لجيم قائمة المركز المالي قائمة المركز المالي هي زي ما حكينا أصول والالتزامات وحقوق ملكية بدنا نحط الأصول ومجموحهم المتداولة بعدين الثابتة ما عندي أصول غير ملموسة والالتزامات بس متداولة عندي حقوق الملكية اللي هي نفسه هاد يعني بنقوله نائل هاد بنقوله هون رأس المال ناقص صافي خسارة ما في داعي أحط المسحوبات شخصية لأنها أصلا مش موجودة بالقيد لازم يطلع عندي متساويين القيمة طيب قيد إقفال قيود الإقفال بمسك الإيرادات بقفلهم والمصروفات ملخص الدخل إيرادات ناقص مصروفات اللي هي 40 ألف ناقص 18 ألف ومتين بطلع عندي سالب 7820 الخسارة قيد إقفال الملخص دخل الخسارة من رأس المال لملخص دخل المسحوبات شخصية ما عندي بالسؤال يعني معطيات السؤال مش موجود فيها المسحوبات الشخصية هذا هو شرح يعني إن شاء الله أنه يكون وصلت أي شيء ملاحظات ابعتوني إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بكرة بالكتير بكون بداية النظر إلى الدرس القادم اللي هو التدفق النقدي أي سؤال على ما سبق ابعتوني أنا موجود إن شاء الله الله أعطيكو ألف عافية والله يوفيكو يا رب السلام عليكم ورحمة الله